بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله موجهة لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي لدينا في هذه الحصة تمرين نهاية الأسبوع في مادة أرياضيات اللغة العربية التربية العلمية فيما خص مادة التربية المدنية مادة التربية الإسلامية ملخصات فقط إذن التمرين الأول في مادة أرياضيات أكمل الشريط العدد لدينا هنا شريط عدد مقسم إلى مجموعة من الخانات أو المربعات يبدأ هذا الشريط العدد من العدد 71 إذن الحساب نبدأ هكذا 71 ثم بعد 71 ماذا يأتي بعد 71 وهكذا يكتب هنا التلميذ الأعداد 71 72 73 74 وهكذا إذا التلميذ تمكن من كتابة الأعداد وتذكر مثلا 72 كيف يكتب 73 78 يكمل عادي إذا التلميذ لم يتمكن من معرفة مثلا العدد 78 كيف يكسب أكتب له أنا مجموعة من الأعداد هنا في ورقة على جهة وأطلب منه أن يقرأ الأعداد ويبحث مثلا عن العدد 78 هنا إذا بعد 71 العدد الذي يأتي بعد 71 ما هو هو 72 بعد 72 73 74 75 76 وهكذا ثم 77 وهكذا التمرين الثاني باستعمال الوحدة أوجد طول الأقلام لدينا مجموعة من الأقلام القلم الأصفر الأخفر الأزرق هنا باستعمال الوحدة هذه الوحدة أقوم بورقة أو ورقة مقوى أو أي ورقة أو طول أي شيء أقيس الورقة هكذا مع طول الوحدة ثم أحدد طول الوحدة وأبدأ بقياس القلم الأول أو البحر إيجاد طول القلم الثالث أول أو الثاني والثالث مثلا الأول هنا لدي طوله كم وحدة ثلاثة هنا الوحدة الأولى الثانية الثالثة أضع هنا إذن طول القلم الأصفر كم ثلاث وحدات طول القلم الأخضر نجد الوحدة أضع المرة الأولى الوحدة هنا ثم هنا طول ابنان طول القلم الأزرق لدي أربع وحدات طبعا التلميذ يستعمل الوحدة تصنع له الأم وحدة من ورقة المقوى عادي ويقوم بإيجاد أطوال الأقلام الجزء الثاني من التمرين الثاني أضع العلامة في خانة أطول قلم لدي جدول هنا القلم الأصفر القلم الأزرق الأخضر أطول قلم هنا من بين هذه الأقلام أين هو؟ هل هو الأصفر ثلاثة أو اثنان أو أربعة أربعة أكبر؟ نعم إذن طول القلم الأزرق هو أربعة أضع علامة فيه هنا التمرين رقم ثلاث أو التمرين الثالث أكمل حسب المثال التالي لدينا هنا ماذا نلاحظ أولا؟ أعداد نعم لدينا فراغات هنا المثال أين هو؟ هذا هو المثال نلاحظ هنا عاشرة هنا ستة عشر وهنا عشرون هنا علامة أصغر وهنا أصغر يعني عاشرة أصغر من ستة عشر وستة عشر أصغر من عشرون الحاجة الثانية اللي لاحظها التلميذ أنه العدد عشرة هنا رقم الوحادات كم؟ سفر وهنا سفر إذن من هذه الخطوة رح يفهم التلميذ أنه العدد قمنا بحصره بين عشرتين متسابعتين لماذا؟ لأن هنا واحد رقم العشرات وهنا رقم العشرات اثنان واحد اثنان جاء مباشرة بعده إذن قمنا بحصر العدد ستة عشر هو محصور بين عشر وعشرون السؤال كالتالي أحصر العدد خمسة وسبعون بين عشرتين متتابعتين لدينا خمسة وسبعون يعني محصور بين عشرتين متتابعتين ماذا أقوم؟ أو ماذا أفعل؟ أكتب أولا خمسة وسبعون هكذا أحدد رقم الوحدات ورقم العشرات أو رقم الأحد هنا هذا ماذا؟ هذا رقم الوحدات وهذا رقم العشرات نعم هنا ماذا أضع؟ وهنا ما هو العدد الذي أضعه هنا؟ إذن أبدأ أولا أضع سفر سفر مثل الحالة هنا سفر سفر في هذه الجهة نلاحظ وضع واحد كما هو ثم في هذه الجهة اثنان ما معنى ذلك؟ يعني أضاف واحد هنا أضع سبعة كما هي أما في هذه الجهة زائد واحد سبعة زائد واحد وليس خمسة وسبعون زائد واحد لا سبعة زائد واحد ثمانية أضعه هنا حصر العدد ثلاثة وثلاثة حلامة هكذا أولا أضع السفر هنا والسفر هنا في هذه الجهة أضع ثلاثة كما هي أما في هذه الجهة زائد واحد قمنا بحصر العدد هنا ثلاثة وثلاثون بين ثلاثون وأربعون يعني أنا في العدد أعد هكذا عشر عشرون ثلاثون أربعون يعني ثلاثون جاءت ثم أربعون ما معنى هذا الحديد؟ كيف ثلاثة وثلاثون محصور بين ثلاثون وأربعون؟ عندما أبدأ أنا العدد ثلاثون واحد وثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون هنا أكمل العدد أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون إذن أربعون هنا يعني العدد 33 جاء بين 30 وأربع ثم حصر العدد 84 بنفس الطريقة هنا 80 وهنا 90 التمرين الثاني الرابع أملأ الفراغ بعدد رقم أحده ثمانية أين هي الفراغات؟ الفراغ الأول الثاني الثالث هنا هذه الفراغ برقم أحده ثمانية يعني العدد قلنا الحد الآن العدد يتكون من رقمين الرقم الأول والرقم الثاني هذا رقم الوحدات أو الأحد هذا العشرات ماذا قال؟ قال لنا يجب أن تكون هنا الأعداد الموجودة هنا رقم أحدها كلها ثمانية أبدأنا بكتاب الثمانية يعني ثمانية هنا يجب أن تكون ثمانية ثمانية هنا ثمانية هنا وهنا وهنا بعد ذلك يجب أن أجد رقم العشرات ماذا أفعل؟ هنا العدد ما هو؟ 70 وهنا 80 يعني بطريقة أخرى أوجد العدد المحصور بين سبعون وثمانون بحيث رقم أحده ثمانية هذا هو السؤال بسؤال نفس السؤال هنا السؤال غير مباشر السؤال المباشر قال أوجد العدد المحصور بين سبعون وثمانون لكن رقم أحده ثمانية بالنسبة للحالة الثانية أوجد العدد المحصور بين ثمانون وتسعون ورقم أحده ثمانية ماذا أفعل؟ لدينا سبعون أبدأ العدد أنا هكذا سبعون واحد وسبعون اثنان وسبعون أكتب أيضا واحد وسبعون ثلاثة وسبعون أربعة وسبعون خمسة وسبعون ستة وسبعون سبعة وسبعون هذه الأعداد كله وهل توجد ثمانية هنا؟ لا رقم الأحد هنا لا بعد سبعة وسبعون توجد ثمانية وسبعون إذن هذا رقم الوحدة تسعة وسبعون ثمانون ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون محصور بين سبعين وثمانين إذن أضعه هنا هنا ماذا أضع؟ ثمانية وثمانون يعني هذا العدد الموجود في الجهة اليسرى أضيف له ثمانية أربعون زائل ثمانية ثمانية وأربعون خمسون زائل ثمانية ثمانية وخمسون هذا التمرين عندوش حال من طريقة بتحلو بها إما أضع ثمانية 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 رقم الوحدة ثم رقم العشرة أضع سبعة هنا أضع ثمانية وهنا خمسة وهنا أربعة من الطريقة لفهمها يتبحها أو مدام شرط عليه ثمانية هنا رقم الأحد أبدأ العدد الأول أضيف له ثمانية خمسون زائل ثمانية ثمانية وخمسون عشرون زائل ثمانية هنا ثمانية وعشرون وهنا ثمانية عشر إذن هذا فيما يخص التمرين الرابع مرمو مباشرة للتمرين رقم خمس طبعا الموضع سأضعها على صفحة الفيسبوك إن شاء الله راجع دروسك مع بشرة أمل هنا الرسم لم يكتمل لدينا هنا أحمد الرسم لم يكتمل التمرين الخامس عبارة عن مشكلة طبعا بهذا الأسبوع تعلم التلميذ حصر الأعداد حصر عدد بين عشرتين متتابعتين إيجاد عدد محصور بين عشرتين متتابعتين التمرين الخامس نقرأ أولا التمرين ثم نحاول تحديد الكلمات المفتاحية أو المعطيات اللي راح نتبحها وتسهل عليها طريقة الحل إذن التمرين الخامس عد أحمد قريصاته فوجد عدد القريصات الحمراء محصورا بين أربعون وخمسون ورقم أحده ثلاثة وعدد القريصات السفراء محصورا بين عشرون وثلاثون ورقم أحده اثنان السؤال هنا ما هو عدد القريصات الحمراء التي يملكها أحمد هذا السؤال الأول السؤال رقم اثنان ما هو عدد القريصات السفراء التي يملكها أحمد أيضا بعد قراءة المسألة نحاول نفهم المسألة أكثر نترجمها أكثر لدينا أحمد لديه مجموعة من القريصات قريصات حمراء وقريصات باللون الأصفر إذن هذه القريصات قام أحمد في صابحة يوم الجمعة مثل جلس في غرفته وقام بالعد يريد أن يعرف مجموعة قريصات السفراء كم يملك قريصة حمراء وكم يملك قريصة صفراء وجد عدد القريصات الحمراء محصورا بين أربعون وخمسون العدد الأول محصورا بين أربعون وخمسون ورقم أحده ثلاثة العدد الأول الحمراء محصورا بين أربعون وخمسون ورقم يعني محصور يعني جايب هذه الجهة فقط هنا ورقم أحده ثلاثة أبدأ أنا بالعد لإيجاد هذا العدد أربعون بعد أربعون يأتي العدد واحد وأربعون بعد العدد واحد وأربعون اثنان وأربعون بعدها يأتي ثلاثة وأربعون إذن عدد القريصات الحمراء كم؟ ثلاثة وأربعون أضع هنا عدد القريصات الحمراء ثلاثة وأربعون أريد أن أعرف عدد القريصات السفراء عدد القرصات الصفراء قال محصور بين 20 و 30 إذن أبدأ بالعدد مدام قلنا العدد محصور بين 20 و 30 رقم أحده 2 رقم أحده ماذا 2 أبدأ بالعدد 20 بعد 20 ماذا يأتي يأتي 21 بعد 21 يأتي 22 إذن هذا العدد رقم أحده أو رقم وحداته 2 إذن ما هو هذا العدد 22 أقول عدد القرصات الصفراء 22 أما عدد القرصات الحمراء 43 التمرين السادس سهل وبسيط جدا يقول أربط بين كل البطاقات التي تحمل نفس العدد لدينا هنا بطاقات الطرف الأول الثاني الثالث في هذا البطاقات كلها تحمل أعداد لكن هنا الأعداد مكتوبة بالحروف وهنا بالأرقاب أما هنا نلاحظ تسعون زائد سبعة خمسون زائد ثلاثة هنا قمنا بتفكيك العدد ما هو هذا العدد سنبحث عليه إذن هنا لدي سبعة وتسعون أقرأ العدد الأول أبحث عنه في هذه الجهة ثلاثة وخمسون سبعة وتسعون أقوم بالربط هكذا واحد وثمانون ثلاثة وخمسون هنا سبعة وتسعون وجدنا البطاقة المناسبة له خمسة وستون خمسة وخمسون واحد وثمانون بنفس الطريقة إلى أن أكمل الحلقة التمرين الجزء الثاني ماذا لدي؟ لدي هنا تفكيك العدد أبدأ أولا هنا ثلاثة وخمسون أبحث هنا بتطريقة هنا رقم العشرات خمسة ورقم الوحدات ثلاثة أبحث هنا عن العدد الذي يحمل لرقم العشرات خمسة وهنا ثلاثة خمسة ثلاثة إذن هذا هو أو بطريقة أخرى أجمع عادي تسعون زائد سبعة هي سبعة وتسعون خمسون زائد ثلاثة خمسون زائد ثلاثة ثلاثة وخمسون أقوم بالربط هكذا تسعون زائد سبعة سبعة وتسعون خمسون زائد خمسة خمسة وخمسون مثلا لدينا خمسة وستون رقم العشرات ستة رقم الوحدات خمسة أبحث عن عدد هنا يحمل رقم الوحدات العشرات ستة هذا هو العدد نعم ويحمل أيضا رقم الوحدات خمسة هنا صفر وهنا خمسة إذن المجموع كم خمسة إذن هذا هو خمسة وستون أقوم بالرابط هكذا مباشرة طبعا هذا التمرين رح يكمله التلاميذ لأن التمرين سهل وابسل رح مباشرة المادة التربية الإسلام فهذا الأسبوع أو ملخص درس أولا لازم تلميذ واش يجب عليهم حفظ صورة قريش ثانيا لازم التلميذ يعرف أنه عدد آيات سورة قريش كم أربعة ثالثا شفهم من سورة قريش كانت قبيلة قريش تمارس التجارة قبيلة قريش كانت في مكة المكرمة التجارة يعني بيء تبيع وتشتري بيع وشراء وكانت أيضا قبيلة قريش تقوم برحلتين تجاريتين رحلة يعني سفر من بلد إلى بلد آخر تجارة يعني بيع وشراء الرحلة الأولى رحلة الشتاء كانت إلى اليمني يذهب إلى اليمن من مكة المكرمة إلى اليمن هذا في فصل الشتاء رحلة الصيف في فصل الصيف من مكة المكرمة إلى الشام يأخذون معهم بضائع يبيعون البضائع يبيعون أي شيء ويشترون أيضا لذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه ويشكره هنا قبيلة قريش أو سكان قبيلة قريش دائما كانوا يعبدون الأصنام هذا سنتعرف عليه إن شاء الله في الأيام القادمة يجب على التلاميذ معرفة أربع ملاحظات هذه فقط فيما يخص مادة التربية المدهنية درس الأسبوع وهو الشجرة صديقة الإنسان تعلم التلميذ أنه للشجرة فوائد كثيرة منها تعطينا الثمار تزين الطبيعة تعطينا أردل تعطينا الخشب هذا يجب أو يحفظ التلميذ أربع ناصر تعلم أنه أحافظ على الأشجار فلا أثلفها ولا أعرض الغابات للإحتراق هذا من خلال فهم الدرس يعني مش موجود في الكتاب لكن المعلم يكون يشرح في الدرس يتطرق إلى هذه النقطة تعرف أيضا على مراحل نمو الشجرة هذا فيما خص مادة التربية المدهنية مادة التربية العلمية درس الأسبوع وهو الحيوانات تتغذى صفحة 58 العامل فات إذا نتذكروا تعرفنا على الحيوانات الأليفة والحيوانات المتوحشة في هذا الأسبوع سنتعرف أو تعرف التلميذ على الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحبة ما معنى ذلك؟ يعني تتغذى بعض الحيوانات على الأعشاب وتسمى آكلات العشب أو الحيوانات العاشبة وتتغذى أيضا حيوانات أخرى على اللحوم وتسمى آكلات اللحم أو الحيوانات اللاحبة يعني لتأكل الحم وحيوانات لتأكل العشب هنا مطلوب مني في هذا التمرين أضع علامة في الخانة المناسبة لدينا مجموعة من الحيوانات النمر هنا البقرة الأسد الحصان القرش هل هذه حيوانات آكلة للعشب أو للحوم؟ يعني عاشبة أو لاحبة النمر هل يأكل مثلا الأزهار والحشيش؟ لا النمر يعتبر من الحيوانات التي تتغذى على اللحوم يعني آكلات اللحوم هنا أضع علامة فيه هنا البقرة من الحيوانات العشبة يعني تأكل العشب تأكل الحبوب هكذا الأسد هل يأكل الأسد مثلا الحشيش والعشب؟ لا إذن أضع علامة فيه في الخانة الحيوانات اللاحمة الحصان من الحيوانات العشبة أما القرش من الحيوانات اللاحمة ويعيش في البحر إذن هذا كان في مادة تربية المدنية مباشرة الآخر مادة وهي مادة اللغة العربية لدينا دراسة نص أولا نقرأ النص قراءة النص ثم قراءة الأسئلة شرح الأسئلة نقرأ السؤال الأول يعني نشرح السؤال الأول لتلميب لجاوب نمر لسؤال الثاني النص قراءة النص تكون مرة أو اثنان فقط قراءة النص سافرت سهام مع عائلتها إلى الريف لقضاء العطلة فأبهرها جماله ومناظره الجميلة والخلابة فقالت لأبيها أنا أحب الريف لأن الحياة فيه هادئة والهواء نقي والأشجار كثيرة ومثمرة والبيوت هنا قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض الأسئلة أضع العنوان المناسب للنص طبعا التلميذ بما يخص إذا ما حددش المعلم عنوان النص يختار أي عنوان أي كلمة كل الإجابات نعتبرها صحيحة بشرط تكون داخلة بالموضوع النص نختار أي عنوان للنص مثلا أقول رحلة سهام صحيحة أقول سهام في الريف صحيحة جمال الريف صحيحة أي كل الإجابات صحيحة السؤال الثالي استخرج من النص ضد كلمة قليلة وضد كلمة متقاربة ضد يعني عكس كلمة العكسة أو ضد الكلمة يجب أن تكون في النص يعني للكلمة كما نعلم أضداد كثيرة إذا التلميذ ضد كلمة يمكن تكون صحيحة لكن غير موجودة في النص اعتبروا الإجابة خطأ يجب أن تكون في النص إذن ضد كلمة قليلة لدي قريصات قليلة وأحمد لديه مجموعة من القريصات ماذا أقول أقول قريصات كبيرة لا كثيرة قليلة كثيرة أبحث هنا عن كلمة كثيرة أموجودة أو لا هنا لدي الحياة فيه هادئة والهواء نقي والأشجار كثيرة إذن موجودة الكلمة إذن مدى موجودة أقوم بكتابة طبعا هذه الأضداد الكلمة مرادفات الكلمة يكتسبها التلميذ يحفظ كل ما يدرس نص يحفظ بعض الكلمات أضداد الكلمات معاني الكلمات هكذا رح يتمكن إن شاء الله من معرفة ضد كلمة ومرادف كلمة دائما في القاموس يتعرف أو كناش في حصة القراءة الإجمالية كين كناش يستعملوا التلميذ في القسم يعني نمدلهم كلمة مثلا قليلة ضدها كلمات ضدها كثيرة أو طويل أكس قصير وهكذا يكتبها في كناش هكذا كل مرة يرجع لها رح يحفظها إن شاء الله ضد كلمة متقاربة متقاربة يعني المسافة قريبة هكذا إذا كانت هكذا المسافة هكذا ماذا أقول؟ أقول بعيدة يعني متباعدة هنا والبيوت هنا قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض إذن متقاربة يعني ما بينتهم مش مسافة متباعدة هكذا أقوم بكتابة كلمة متباعدة ثالثا استخرج من النص كلمات تحتوي على حرف الثاء الضد متبليا كلمة تحتوي على متبليا متب بالآلف متب بالوا حرف الثاء يجب أولا أن يتذكر أشكال كتابة حرف الثاء وذلك تعرف عليه تلميذ خلال الأسبوع إذن في حصة القراءة والكتابة تعرف على أشكال الحرف الأول هنا الثاء في بداية الكلمة في وسط الكلمة نهاية الكلمة منفصل نهاية الكلمة هنا متصل وهنا منفصل فيما يخص حرف الضد حرف الضد في بداية الكلمة في وسط الكلمة يكون هكذا نهاية الكلمة منفصل نهاية الكلمة متصل إذن يبحث عن كلمات تحتوي على حرف الضد أو حرف الضد بهذا الشكل أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا نرجع دائما للنص بعد كتابة أشكال أشكال الحرف الأول نبحث عن كلمة تحتوي على حرف الثاء لدينا مجموعة من الكلمات الكلمة الأولى الكلمة الأولى لدينا كثيرة لدينا مثمرة يختار الكلمة الأولى أو الكلمة الثانية حرف الضد لقضاء الكلمة الأولى ولدينا أيضا بعضها ولدينا البعض يختار أيضا كلمة هذه الكلمة أو هذه أو هذه مدبليا ما معنى مدبليا مدبليا أو مد بالألف أو مد بالو لدينا تعرفنا من السنة الأولى يعرف تلميذ كلمات تحتوي على مد باليا أو مد بالألف فهذا يدرسها التلميذ في حصة اكتشاف الحرف في تعرف على الصوت الطويل والصوت القصير كلمات تحتوي أو تعرف أولا على الحركات اللي هي الفتحة الضمة الكسرة أو الكسرة عفوا هذه تكون في الحرف قولوا صوت صوت قصر كيكون صوت طويل يعني مدة الصوت طويل الفتحة تتبعها او الالف لهو حرف الضمة الوا والكسرة اليا مثلا اقول هنا با بالصوت الطويل اقول با الفتحة مع الالف هنا الحرف اللي قابل للالف فوقه ضمة او فتحة هل سمعتم هنا صوت الالف لا مثلا لدينا هكذا بو بالصوت الطويل الضمة تتبعها الواو اقول بو هل سمعتم حرف الواو لا قبله ضمة وفوقه لا يوجد اي حركة نبحث عن كلمات هكذا سواء حرف تا تو او تي او فو وهكذا نبدأ اولا بكلمات تحتوي على الحرف مد بليا لدينا الكلمة الاولى الجميلة الجميلة هنا الحرف الميم كسرة الحرف الذي بعده يا الجميلة 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 اكتبها هنا او لدينا ايضا كلمة اخرى هذه الكلمة ايضا لابيها ابيها هنا الحرف الذي قبله كسرة واليا هل نطقت حرف الياء سمعتم صوت الياء لا إذن مد بالألف الحياة الحياة هنا حرف لقبلها فوقه فتحة والألف هنا الألف حرف هنا الألف حرف مد إذن أقول الحياة هادئة الهواء الأشجار هذه كلها تحتوي على مد بالألف مد بالواق لدينا البيوت البيوت هنا أقوم بكتابة الكلمة الأولى التمرين أو السؤال الرابع أضع الأمس اليوم غدا ماذا في المكان المناسب هذه سياق تعرف عليها التلميذ أولا ماذا وهي أداة استفهام تأتي في الجملة الاستفهامية يعني جملة تكون نهايتها علامة استفهام أضع أداة الاستفهام السياق لدينا الأمس يعني في الماضي اليوم في الحاضر غدا المستقبل مثلا إذا كنت سوف ندير عمل ما اليوم ماذا؟ اليوم نكتبه غدا سنكتبه الأمس كتبنا هنا فراغ نسافر إلى الريف سنسافر إلى الريف سافرنا إلى الريف نختار السياق المناسبة نسافر إلى الريف متى نسافر؟ اليوم أبدأ أولا بالكلمة الأولى الأمس نسافر إلى الريف لا غير صحيحة اليوم نسافر إلى الريف صحيح إذن أضع الكلمة الأولى هنا سافرنا إلى الريف هذا حدث خلاص يعني فات فالماضي أكتب الأمس سافرنا إلى الريف سنسافر إلى الريف هذا الحدث سيحدث يعني ما زال مصرات سنسافر إلى الريف غدا سنسافر إلى الريف هنا بقيت الكلمة الأخيرة ماذا نجد في الريف؟ التمرين الرابع والسؤال الخامس أربط بالسهم تقضي سهام العطلة على الريف أو في الريف ماذا أقول؟ في هذا الأسبوع تعلم أو تعرف تلميذ على الجار والمشروع حرف الجار في متى نستعمل حرف الجار؟ الكلمة اللي يجي بعده كفهجي كفهجي طبعا شرحت لكم هذا الدرس فيما يخص حل التمرين دفتر الأنشطة تعرفنا عليه أكثر إذن تقضي سهام العطلة أقول على الريف أو في الريف أقول تقضي سهام العطلة في الريف الثالث الجزء الأخير أكتب ثلاثة أوصاف للريف لدينا وصف الريف يعني ماذا نجد مثلا في الريف؟ أشياء تعجبنا في الريف ما هي؟ دائما نرجع للنص لدينا قالت ماذا قالت سهام؟ قالت الحياة فيه هادئة لدينا أولا الوصف الأول الهواء نقي الأشجار كثيرة ومثمرة البيوت قليلة ومتباعدة ماذا أقول؟ أقول الهواء نقي ثانيا الأشجار كثيرة ومثمرة أو أقول الطبيعة خلابة أو أيضا البيوت قليلة ومتباعدة البيوت جميلة نختار أي ثلاث كلمات تعلمها التلميذ طبعا في التقويم أو في الاختبار سيكون هناك سؤال يمكن بعض التوقعات صف مثلا الريف أو صف المدينة أي هما تفضل تفضل العيشة في المدينة أو في الريف لماذا؟ أقول لأن الهواء نقي والأشجار كثيرة ومثمرة والبيوت جميلة وقليلة متباعدة إذن كانت هذه حصة اليوم لتلميذ السنة الثانية افتدائي تمرين نهاية الأسبوع أو تقويمات أسبوعية إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر